شكراً بدر جدد رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك الدعوة إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي ووصف حمدوك إقدم إثيوبيا على الملء الثاني للسد بالخطوة الأحادية التي لا تساهم في تحقيق السلام والتوزيع العادل للمياهي في المنطقة ولغم إعلان الحكومة السودية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة للتصرف في هذا الملف بشكل أحادي وللمرة الثانية إلا أننا نواصل الدعوة والامتناع على الإجراءات المفردة مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي وسوف لنا الوجهدا في تعقيق هذا الهدف للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم نور الدين صلاح الدين عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني أهلا وسهلا بك معنا سيد صلاح الدين إذن رئيس الحكومة السودانية لم يقل بجديد اليوم يطالب إثيوبيا كما تتم طالبتها منذ وقت طويل باتفاق قانوني ملزم توافق عليه أيضا دولة المصب إثيوبيا في الجانب الآخر تقول بأن عملية الملء الثاني للسد جرت وفق الاتفاق أو إعلان المبادئ الذي جرى عام 2015 في موسم الأمطار ولا يتم هناك تحقيق أي ضرر على دولتي المصب ما هو تعليقك على هذا الكلام هو طبعا هناك اتفاق على أن تتم عمليات الملء أثناء مواسم الأمطار لكن هذه العملية لا تتم بالتنسيق مع الدول المتأثرة بعمليات السد ونحن هنا في السودان على وجه الخصوص نتأثر بهذه المسألة كثيرا جدا للغاية يعني هناك مخاوف على سد مهم جدا يقع على بعد كلمترات بسيطة من سد النهضة بالقرب من الحدود السودانية الأثيوبية وهو سد الرسيرس يعني عمليات تدفق مياه بشكل مفاجئ يمكن أن تحدث أضرار على هذا السد وبالتالي تشكل تهديدا كبيرا جدا على الشريط نهر النيل الأزرق كذلك هناك مسألة مهمة نحن لأننا لا نملك أي معلومات عن كيفية ملء السد النسبة التي سوف يتم بها ملء السد يعني ندخل في دوامة كبيرة وفي متاهة كبيرة جدا للغاية في سبيل أخذ التحوطات اللازمة يعني تعلمون أن عمليات النقل الكهربائي أو توليد الكهربائي نحن نحتمد على التوليد المائي بشكل كبير كذلك بالنسبة لمحطات الشر هذه كلها تحتمد على النيل يعني على منسوب النيل فبالتالي هذه المسألة خلقت معاناة كبيرة جدا للمواطن السوداني إذن نفهم من كلامك بأن الاعتراض ليس فقط على المال الثاني ولكن على انفراد إثيوبيا حتى الآن بالقرارات فيما يتعلق بسد النهضة ما هو المتبقي حتى الآن في جعبة دولتي المصب مصر والسودان ما الذي سيجبر إثيوبيا اليوم على الدخول مع هتين الدولتين في اتفاق قانوني ملزم وكل السبل الديبلوماسية حتى الآن فشلت والله هو حديثا لسيد رئيس الوزراء اليوم كان واضحا جدا قبله بيومين كان هناك مؤتمر صحفي لسيد وزير الريو هو المتحدث أو هو المترئيس لوفد التفاوض السوداني نحن بالتأكيد نجدد رفضنا لهذا العمل الأحادي في نفس الوقت نرغب في الوصول إلى حلول تكون سلمية وتكون ودية وتحفظ العلاقات الأزلية بين البلدين نحن لا نرفض السد جملة وتفصيلا وفي نفس الوقت نرى أن هناك فوائد لكن هذه الفوائد التي سوف نتوقع أن تعود على السودان لا يمكن أن تتم بالطريقة التي تعمل بها أثيوبيا الأيام الماضية شهدت تحرك كبيرا للخارجية والدبلوماسية السودانية كان هناك اجتماعات أو دلسة مخصصة لمجلس الأمن وزيرة الخارجية السودانية تواجدت في روسيا قبل عدة أيام كل هذا في سبيل تشكيل حلقة ضغط أكبر من أجل تليين الموقف الأثيوبي وجعله متصالحا مع تحقيق المصالح لكل الدول الثلاث لجأتم مرتين إلى مجلس الأمن سيد صلاح الدين وفي المرتين تم إعادة الكرة إلى الاتحاد الإفريقي حتى مواقف الدول تبدو إلى حد ما ضبابية تدعو إلى استمرار المفاوضات ولكن أي من الدول الكبرى لم تتخذ قرارا حاسما إلى جانب مصر والسودان برأيك لماذا يتخذ الموقف الدولي هذا الشكل ولماذا يتم دعم أثيوبيا حتى دون فرض أمر واقع عليها بالرغم من أن هناك تهديدات جدية من قبل مصر على وجه الخصوص بأن الخيار العسكري مطروحا أيضا طبعا مسألة التقديرات حول كيف نتصرف مع أثيوبيا تجاهها بسبب مواقفها الحالية هذه مسألة فيها شيء من التباوين بين مصر والسودان حقيقة ما أود قولها والإشارة إلى مواقف كثير من الدول ولا أعتقد أنها داعمة للموقف الأثيوبي جملة متصيلة بقدر أنها تقول أنه يجب الوصول إلى حلول تفاوضية ما بين الدول المتأثرة بهذا الملف فلا أعتقد أن هناك تطابق كامل ما بين ما تقوم به أثيوبيا وما بين ما تنادي به أطراف عدة على المستوى الدولي نحن نريد من المجتمع الدولي ممارسة مزيد من الضغط لسهل مجتمع الدولي فقط حتى الاتحاد الأفريقي يجب أن يفعل من دوره الاتحاد الأفريقي يقف عاجزا لسنوات طويلة جدا من أجل حالة قضايا نعتقد أنها صغيرة لا أعتقد أن ما يطالب به السودان هو شيء كبير جدا للغاية أو من الصعب أن يطبق نحن فقط نريد أن تكون هناك تبادل للمعلومات بشكل يكون واضح للسودان بحيث يرتب أو يوفق أوضاعه وفقا لهذه المعلومات وأن تكون هناك اتفاقية ملزمة لحلحلة الخلافات المستقبلية متى ما حدثت الجانب الأثيوبي هو يمارس التحرب من هذه النقطة بشكل دوري وبشكل مستمر والاتحاد الأفريقي يقف عاجزا لذلك جاءت التحركات السودانية بشكل منفرد أو حتى بالتنسيق مع الجانب المصري في النهاية نحن لا نرغب في جر المنطقة والإقليم إلى حرب هذا الشيء آخر ما يمكن أن يفكر به السودان سنواصل العمل للضغط على أثيوبيا بشتى الطرق والوسائل وأعتقد أننا يمكن أن نحقق اختراقات في المستقبل شكرا جزيلا لك سيد نور الدين صلاح الدين العضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني كنت معنا من الخرطوب